انا دايلك تتحرر انت يا الفي الاصلاح انت يتحرر فكر بعقلك بسيط اذا كان الهواري يقول وتعاونوا على البر والتقوى دي ما خاصة بالسلفين وفيها الجماعة دي فيها مؤتمر فيه ياسر برهامي فيه عبدالحي يوسف وراكب فوق هذا الذي فارتق السلفية اسأل الله ان يمزق اشلاءه كما فارتقه ده محمد الامين اسماعيل ده قاعد فوق ات يا هواري بتدافع عنه الى الان وانتوا قاعدين تتفرجوا وكذب جماعة في الاصلاح قاعدين تتفرجوا بعد شوية يجيبوا الناس الحذروا منه وانا العلماء وانتوا قاعدين قاعد في الاصلاح بعد شوية الناس ذاته يقول لك ما افداعي للجرح والتعديل الامو في اخواننا دي الجرح ده الحكم ده كلموني بعض الشباب وانا واجهتها بيو والكلام ده قريب 12 ربع الليل في مسجد الفتح في الطابق التاني ولا التالي تفوق ويقوم هيج وانا قاعدو اقعد شوية كذي اتا قدت لي يا اخي بتمش الحاج يوسف شباب شغالين حلقة بتتكلم لهم في مزمل وابوكر من بعد العشة الاثنين بالليل عبدالحي يوسف لقا نصيب قا درد من الرد ده البرع لقا نصيب قا درد من الرد انت يا اخي ما تنصفوا انت يا اخي ما تنصفوا اذا كان البشارك سلفيين وانا عندي سلفيين ديل وما معصومين وبكر لو اختلفنا وردوا علي هنا حب لي من الاصلاح والله الذي لا الى غير والله الذي لا الى غيره ليه لانه زول بيصدعب السلفية واي راس بدع اي زول يرفع راسه بيبدعه بيجغموه ولله الحمد والله موافقون دي مسألة انتهت يا اخي الكلام ده طويل جدا فانا ما تابع الاصلاح والناس زيل الشغلة دي كتبوها وكذي وانا ما شاوروني في كتابته والامري دنتاه تاني عندك رد مسألة العصباجي نحن ما عصباجية تلمينا في الدعوة وكذي عصباجية الناس اللي بتلموا ورزعيم قال صاح قال غلط يتكلم في الصحابة هم معاه يتكلم في اي زول هم معاه دي لأحق بهذا اللفظ وبهذه التسمية وهي تسمية شنو وهي تسمية العصباجية لو كان احد من الطرفين يستحقها دي لأحق بها انا بسأل سؤال شر ديل ولا شر السرورية يا اصلاح ويا هؤلاء الجماعات شر ديل الناس ابو بكر اداب وزم الفقير وناس شهاب عوض والشباب ديل ولا شر نزع عبدالحي يوسف محمد عبدالكريم وعلى الدين الزاكي وديل شر ياتون مش شر ديل اي اتا محمد الامين ما تردت ليه بشارك ديل اتا ما تردت ليه اتا ديل يا اخي قلت انا ما بازبر عليهم لانه سووا محاضر في اليعقوباب ونزمل هناك فارتقت الجماعة كلهم وليين ونجتمع الدعاة جابوا عساكر كذي هس دالين تجاب لك عساكر وكذي وجز الله خيرا الحكومة لانهم نخرج عليها ويحترمون جدا وكذي بعدين احترمنا راي والناس مشوا الناس الحضروا يعني هناك انا ما حضرتها حضرتها ثاني بالفيديو او بالتسجيل وفي بعضها فيديو حضرته دي مسألة اتا عندك تناقض اتا يا اخي بتقول احترموا العلماء وكلام العلماء واتوا ما بتسمعوا كلام العلماء العلماء ما تكلموا في الحلبي اتا ما جبتوا اتا جايبوا ليه دا ما سؤال دا بشتغل احمد دا وشتغل معا ديل ومشتغل معا ديل اتا محمد حسيني عقوب بتجيبوا الليلة بكرة بنطفي غنا الطيبة دا برضو شغال بي جايو جايو ولا كيف دا ما شغال برضو ما تردت ليه خلي ليه دا دا خلي ليه شغل ديها ناس طويلة جدا وده تناقض لا يعلم بي الا الله تعالى انا النازل ناصحتهم والله الذي لا الى غيره شفت النازل كلهم البعرف ناصحته من زمن شيخ بزيد رحمه الله تعالى عدت الايام سووا اجتماع والاجتماع ديها هل اتفرتقنا فيه شغل بعد اتفرتقته كذي قاهم يتكلموا جو جماعة ديل وقاعد يتكلموا وهؤلاء الشباب اول مرة نسمعونه كل مرة الناس بتشكر او وكر مزمل او وكر مزمل يا الله خير بعد شوية الشغال دي بيقض في الاجتماع جو جماعة تكلموا وهؤلاء الشباب وديل وعملوا وفعلوا تليون سوال تفضل قال لي اربعة سئلة ادي تليون لي اسيان ما لاقي جواب مغنع والله اربعة سئلة انا بذكر لك منا جوزو واحد قلت تليون شيخ بزيد الناس بسوقو هجو التكفيريين سوقو الاخوان المسلمون يسوقو هالجماعات تكفيريون كذي انتو وين تنظيمكن لو كان تنظيم اصلا يعني بيضبط الشغل على السلفية وين تنظيمكن بيجبسو دي نقطة النقطة التانية ليه المسألة الدورة بتاعت السرورية القاموا بها بعض الدكاترة او بعض المشايخ ومعهم الزمل ليه وقفتوا دورة دي تلاتة اتواسي شباب عندنا والشباب ديلك شباب لمون سوا وانا ديل بقولها يفت اي خلاف بقول بس تتلموا قدامي اشوف الشغل ما تلميتنا ما بردبي رايي تاني في الطرف التاني بردبيه لما يكون في وسائق وفي كذيب وكلامنا اختنع به في ضواء الكتاب والسلم الهم والشباب ديل جيبوا هنا مزمل وفكر وجيبوا يدتوا يا ناس التنظيم تعالوا اقعدوا وجيبوا شيخ افصل بيناتكم التلاتة تاسي الذي الناس يبعد داك الشغل تفرتقت تاني انا كنت في مجلس الشورى وانا ما عارف المجلس شغله شنو ليسي وانا كنت غايد فيه لكنه شغال شنو ما بعارف ليسي وكذي وتاني امين المجمعات في مدرماء الاسلامية برضو اظن الدول الى فترة الدول لا فترة ما نفعت معايا ولا نفعت معايا ولا ندار التلفونات هاو وبدت ولا ما بدت وانا التلفون ساهمها برفع وخلا سوي لانا الا يشاء ربي شيئا المهم الموضوع دا طويل مرة الايام بقينا نحاول نصلح مشينا للناس زيل مشيت انا بنفسي مشيت والله من تلقائي نفسي ما فزول لزاني ولا فزول حرشني وليش مشيت لعبدالحكم دا قلت لها عبدالحكم في الاناك في الفتح يا عبدالحكم انا دار وريك القصة دي وبجيك للموضوع اللسي بالاعلان دا وبيانه شنو يا عبدالحكم سلام عليكم وعليكم السلام نغاش طال في النهاي قلت لها عبدالحكم سووا محاضرة في السرورية انتو الآن متهمين بل الاتهام دا سووا محاضرة في السرورية تاني الشباب دا لو يتكلموا فيكم ما عندهم حجة تعارف قال لي شنو قال لي نحن السرورية بنتكلم عنهم جوة للدورة العلمية في دورة شغالة جوة للدورة العلمية اما برهم نسووا محاضرة معلنة عشان ما ننشرهم والناس ذي اللي اشتهروا والناس يدعاطفوا معاهم بعدها مشيت بعد ايام ولا قبلية مشيت هناك بعدين مشيت الحلقة تاعة السبعتاشر لقيت اعلان كاتبين رد كاتبين هون رد كاتبين علوا شنو كذب ضلال وكذب مزمل وشنو وآداب كاتبين كذب قلت لها ذول انت ذلك ما يرتشهرون وذلك اختلف معاك ما بتشهرون كيف انت شغال عندك مكيالين براي قلتها في نفسي عرفت الشغال دي شنو فيها لخبة وفيها هوا مشيت لي واحد تاني هناك في السامراب مشيت ليه انا ذاتي مبلاوز اسمه خوجلي براييم سلام عليكم عليكم السلام اصلا يتلاقينا في المواصلات من جامعة من رؤية السلامية ركبنا اتكلمنا اتكلمنا اها الشيخ سلام عليكم اها كيف تمام الحمد لله اها الناس زيل ما تسوي محاضرة في السرورية عشان الناس زيل ما يتكلموا فيه عبدالحكم داك فتحت خشمه قبل ما يرود بس شابني كذي قال لي الله يطهر الارض الارض من مزمل ووكراداب قال قلت لاغ ما رسلوني هون انا براي كذي شايفني انا براي داك شاكير براه انا شاكلي براي شايفني انا براي جيتك انا دارا صحك انا لا له كذي دان تا موضوع داك قال لي قول لك شي والله ما بيقدره دا خوجلي قال لي ما بيقدره عديل كذي قلت لك هذه التحاولة ان شاء الله الشيخ الذي يمكن تمشي ما بيقدره عديل قال لي ايزو الانكرة جيبني انا جاهز ولا كذي والله الذي لاي لا غيره ما بيقدره عديل ما بيقدره اي قال اي شي تحيلك يا اخي تمام بتقدره وتمشي وتمشي وتجي وكذي وانا اتكلم ارد عليك التزعلان لي وناصحوا ما شيل الله محمد الامين اسماعيل طلعنا في المباري وماشي معاه زي الحوار جاري وراه لما انطلعنا الطابق التاني يا الشيخ نحن ناس في جامعة تمذرمان وقدتوا مقدمة طويلة شان الزوال صدروا انشرح في النهاية قلت له سويله محاضرة في التكفير وكذي وقلت لبس من باب رد الشبهة نحن عارفين كذي لكن باب رد الشبهة وكذي على رسلكما انها صفية من الباب ده رضي الله عنها ادت وصلى الله وسلم عليه قال لي ان شاء الله وقداني بسمة كذي ومشى وده يظلم شلا بيتبسم ولا بيشتغل بيك بس بيتبسم وبواصل في شغلته ده بيتزعلان ما لك ده يسمعي الوثمان ناصر نهينا دي ييتزعلان لي وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله شداك يا قحطان